إن التدخل بالتعاون الدفاعي مع قطر والذي يعود إلى العام 2014 هو مقاربة قبيحة ولا أجده صحيحا أبدا لو كانت السعودية طلبت منا إقامة قاعدة عسكرية لكنا سوف نقوم بإنشائها هذا العرض قدمته بنفسي للملك وقالوا إنهم سيقومون بتقييمه ولم يعودوا إلينا بجواب منذ ذلك اليوم وأن يتم بعد هذا الطلب من تركيا سحب جنودها هو مع الأسف قلة احترام لتركيا هل سنأخذ إذن أحدهم عندما نريد عقد اتفاقية دفاع مشترك مع أي دولة؟ لا يواخذون تركيا ليست أي دولة